الشهيد الدكتور السيد آية الله بهشتي ولد السيد محمد حسيني بهشتي في مدينة أصفهان عام 1349 هجرية من عائلة علمية محافظة بدأ دراسته بتعلم القرآن في سن الرابعة وبعد انتهائه من الدراسة الابتدائية وإتمامه دراسة سنتين من المتوسطة انتقل إلى مدرسة الصدر الدينية في أصفهان حيث درس لمدة أربعة سنوات القواعد العربية والمنطق والسطوح الفقهي والأصول في عام 1367 انتقل الشهيد بهشتي إلى قم ليواصل دراسته في حوزتها العلمية حيث تتلمذ على يد المرحوم آية الله الوروجردي وعلى يد الإمام القائد الراحل الخميني والعلام السيد محمد حسين الطباطبائي وقد استطاع الشهيد بهشتي إلى جانب دراسته في الحوزة العلمية أن يتابع دراسته الثانوية التي أهلته لدخول كلية الإلهيات في طهران حيث نال شهادة الليسانس ومن ثم الدكتوراه في الفلسفة بتقدير جيد جدا للشهيد مؤلفات عديدة أهمها النظام المصرفي وقوانين الإسلام المالية الحكومة في الإسلام دور الإيمان في حياة الإنسان صوت الإسلام في أوروبا الله في القرآن وهي رسالته لدرجة الدكتوراه الإسلام والأيدلوجيات المعاصرة أبحاث المعرفة في الإسلام أغتيل آية الله محمد بهشتي في الثامن والعشرين من يونيو عام 1981 المصادف سبعة من شهر تير الإيراني على إثر التفجير وقع في المقر الرئيسي للحزب الجمهوري الإسلامي في طهران أثناء انعقاد اجتماع لقادة الحزب وأدى ذلك إلى مقتل 72 مسؤولا بالحزب الجمهوري الإسلامي منهم أربعة وزراء وهم وزراء الصحة والنقل والاتصالات والطاقة وسبعة عشر عضوا في المجلس والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين حملت إيران منظمة مجاهدي خلق مسؤولية الحادث وحددت هوية منفذ التفجير المنافق محمد رضاق لهاي وقد أعلن الإمام الخميني على إثر هذا الانفجار الحداد العام في إيران وأصدر بيانا تأبينيا جاء فيه فقد الشعب الإيراني في هذه الفاجعة الكبرى 73 بريئا ويعتز الشعب الإيراني بأن يقدم هؤلاء أنفسهم نذورا لخدمة الإسلام والمسلمين شيع جثمانه الطاهر تشيعا مهيبا مع باقي الشهداء ثم دفنوا في مقبرة جنة الزهراء جنوب العاصمة طهران ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة